اشتركوا في القناة والخسوف للقمر اثناء الكسوف بتكون الارض عم بتمر بظل القمر يعني بيكون القمر بين الارض والشمس وظل القمر الصغير بيغطي الشمس عن جزء من الارض وهذا الظل بيتحرك على الارض مع دورانها الظل بيكون كامل بمناطق معينة والناس بتشوفه ككسوف كلي للشمس ومناطق تانية بيكون الظل اخف يعني القمر ما عم يغطي الشمس كاملة وهذا بيكون اسمه كسوف جزئي بالنسبة للخسوف بصير العكس القمر بيمر داخل ظل الارض يعني الارض بتكون بين الشمس والامر واذا دخل القمر كامل جوى الظل بيكون اسمه كسوف كلي وبيصير لونه احمر واذا ما دخل كامل بالظل بيكون كسوف جزئي يعني منشوف جزء من القمر صار معتم لانه الارض عم تحجب ضو الشمس عنه وهذا كان دليل على انه الارض كروية قبل مئات السنين لانه كانوا يشوفوا ظل الارض على القمر بشكل دائري في كتير خرافات مربوطة بالكسوف والخسوف زي انهم بيسببوا اضطرابات بالطقس او انهم بيعملوا زلازل او تسونامي هذا كله مش صحيح الكسوف والخسوف هم ظواهر طبيعية بلشت تصير قبل مليارات السنين من وقت ما صار في عنا امر عم يدور حولين الارض وكل سنة هذا الحكي بيصير بين مرتين لخمس مرات اذا حبين تعرفوا امتى اقرب خسوف او كسوف رح يصير بمنطقتكم رح حطره بالتحت عشان تقدروا تعرفه منه اكتر اذا اي حدا عنده اي سؤال يسألني بالتعليقات شاركوا الفيديو مع اصدقائكم عشان هم يعرفوا كمان صلاة